هذا ولاق إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي صداه على الساحة السياسية العراقية حيث دعت رئاسة البرلماني وزارة الخارجية إلى التحقيق في قضية التصريحات الإسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود إلى تل أبيب وطالبت الرئاسة لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في تلك الزيارات وكشف أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي المحتلة خاصة من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة من جانبها أعلنت اللجنة أنها ستحقق بشكل جدي لأن زيارة تمسوا مشاعر الشعب العراقي وتخالف الدستور العراقي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني